السلام عليكم ورحمة الله بعد طول انتظار اتضح الآن مستقبل مصنع كيا في ولاية باتنا طبعا حسب تصريح وزير الصناعة اليوم رغم أن هناك عدد كبير من مصانع التركيب ما زالت مغلقة من سنة 2020 لكن مصنع كيا حسب تصريح وزير الصناعة اليوم أن هذا المصنع إن شاء الله سيعود قبل شهر رمضان ولكن العودة يا إخوان ليس العودة لتركيب أو إخراج سيارة مركبة من المصنع طبعا يجب أن نفهم تصريح وزير الصناعة فهم معمق وليس فهم سطحي لأن الكثير سيفهمون أو يأخذون هذه التصريحات فهما سطحيا قبل شهر رمضان سيتم الفصل فيه معناها جي لجنة كما صرح الوزير تعين الآلات اللي رأي ثم سيتم الفصل فيه كذلك في وزارة العدل وفي وزارة المالية وما رأيش عارفين يعني الآلامة اللي رأي رايح تركب ثم سيارات هل هي علامة كية ولا رأي فيه علامة وحده أخرى اللي راح تدي المصنع هذا لأنه الوزير ما حبش يفصح عن الآلامة اللي رايح تكون ثم مستقبلا فمعناها قبل شهر رمضان سيتم الفصل فيه لأنه المصنع هذا مش كامل مية بالمية في حوالي سبعين بالمية اللي كاملة على هذا التركيب لن يكون في شهر رمضان وإنما التركيب أو إخراج سيارة مركبة من المصنع يأخذ وقت أطول صراحة إن شاء الله سيتم الفصل فيه هنا عرفوا الآلامة اللي رايح تركب سيارات هناك يعني علامة كية أو علامة أخرى هذا سنتعرف عليه خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله لكن الكثير سيفهمون فهما سطحيا بأن سيارة مركبة ستخرج من هذا المصنع خلال شهر رمضان وهذا أمر غير معقول بطبيعة الحال لأن المصنع باشي خرج سيارة مركبة يأخذ وقت أطول لأنه لم يتم الفصل فيه وهذا يعني ما تعانيه باقي مصانع التركيب عبر الولايات الأخرى ترجمة نانسي قنقر